اشتركوا في القناة قام الكابتن وليد ومعه أحمد دعيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري بمشاركة فرق موليد 2005 و2007 و2008 كان في استقبال وفد النادي الأهلي الدكتور محمد سعد مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية والدكتور ياسر مبابي منسق المعسكرات الرياضية حيث تفقد الكابتن وليد ملاعب الأكاديمية وصلاة الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء وكمان كابتن وليد عقد جلسات مع مسؤولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة أشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسؤولي الأكاديمية والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه الحقيقة أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة اللي احنا شايفينه ده بيدل على شيء واحد وإحنا جايبين كل حاجة بتحصل ليه أو بنجيب لحضراتكم من خلال قناتكم قناة نادي الأهل كل حاجة بتحصل ليه عشان تعرفوا حضراتكم أنه محدش لا أحد يتوقف على أي كلام بيتقال اللي عايز يقول إن وليد ما ينفعش اللي عايز يقول إن إسلام ما ينفعش اللي عايز يقول إن محمد ما ينفعش اللي عايز يقول إن علي ما ينفعش اللي عايز يقول حاجة يقولها ولكن طالما هو من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي خد بالك لأنه جمهور الأهلي لما بيقول حاجة كلنا بنقف وبنستمع بشكل جيد علشان نقدر نحل لأن جمهور النادي الأهلي داعم لنا دي في كل شيء حتى في انتقاده بالمناسبة يعني حتى في انتقاده جمهور النادي الأهلي داعم لنا دي فعشان كده أنا بقول لحضراتكم الشغل مستمر كابتن وليد سليمان راح شاف المعسكر وحيعمل معسكر الأكاديمية بالمناسبة أنا وقدر لأنا كنت هقوله أن الأكاديمية من المعسكرات الأكاديمية العربية من المعسكرات اللي واحد كان بيعيش فيها أنا شخصيا عيشت فيها فترات طويلة جدا معسكر مثالي مثالي زي ما بقول لحضراتكم كده من الأكل أكل وشرب ونوم طبعا طبعا تمرين صبح وظهر وبالليل وأكل وشرب ونوم لا شيء آخر معسكر مثالي لكرة القدم عشان كده إن شاء الله أتوقع أن السنة دي حيكون فيه يعني كالعادة يعني نتائج جيدة للقطاع أنا شيء زي ما حضراتكم شايفين المباني حوالين الملعب دي المباني لأوتلات اللي الناس بتقعد فيها إحنا كنا بنقعد وإحنا صغيرين كنا بنقعد في الأوتلات دي أو النزل أو السكن ده بينه وبين الملعب بتنزل تلبس الشيرت والشيرت بتقعد التمرين وتنزل على الملعب زي ما أنت كده تخلص تقعد في الجيم شوية تعمل شوية وبعدين خلاص شكرا تريح عشان تصحى تاني يوم أو تصحى بالليل تتمرن التمرين التانية أجواء كرة قدم مثالية الحقيقة يعني وكان عادة أن دي الأهلي ممثلا في قطاع في مدير قطاع الناشئين بيوفر لكل ناشئي البيئة الصالحة الحقيقة أو البيئة الرائعة لأن يكون معسكر مثالي لكل اللاعبين زي ما حدودك شافين قوضة بسيطة جدا وعلى فكرة موريحة جدا هي كده من ساعة ما أيامنا بس كانت طبعا تطورت بشكل قبل عموما يعني دي كانت جولة لكابتن وليد سليمان اتماعنا فيها على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين في اسكندرية